بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعن بكم وقفنا عند مبطلات الصلاة طيب قال الشيخ رضي الله عنهم فصل في مبطلات الصلاة قال وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالْكَلَامِ الْكَثِيرِ وَالْأُكْلِ الْكَثِيرِ وَالْفِعَلِ الْكَثِيرِ نعم تبطل بثلاثة الأشياء انتبهوا لها هذه ثلاثة الأشياء توصف بالكثرة يعني لا تبطل إلا مع الكثرة وتبطل الصلاة بالكلام الكثير والأكل الكثير والفعل الكثير كثلاث خطوات وثلاث ضربات متواليات وبالضربة المفرطة والوثبة الفاحشة قال وَإِنْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ قَلِيلٍ نَاسِيًا أو أَكَلَ نَاسِيًا أو أَكَلَ قَلِيلًا نَاسِيًا أو زَادَ رُكُوعًا أو سُجُودًا نَاسِيًا لم تبطل بذلك وساجد للسهوية طبعا الشيخنا رحمه الله اقتصر على ذكر بعض المبطلات اقتصر على ذكر بعض المبطلات التي هي أهم أو أشهر المبطلات التي يكثر وقوعها ويسهل فهمها ولا يتعثر وبالتالي الأمر فيها ميسور بالنسبة للتصور والفهم قال الشيخ فصل في مبطلات الصلاة طبعا هذه المبطلات على قسمين من المبطلات ما تبطل الصلاة بعد الانعقاد فإذا انعقدت الصلاة صحيحة ثم طرأ عليها واحد من هذه المبطلات نقول بطلت الصلاة نقول ايه بطلت الصلاة وهذا المبطل إما أن يرتكب مع حالة العمد والعلم وإما أن يرتكب مع حالة الجهل أو النسيان فإن كان هذا المصلي ارتكب واحدا من مبطلات الصلاة وأبطل الصلاة عمدا بعد أن انعقدت صحيحة شوف لاحظ انعقدت الصلاة صحيحة ومضى في الركعة الأولى ثم مضى في الركعة الثانية ثم أبطلها عمدا بأن ارتكب واحدا من مبطلات الصلاة فنقول صلاتك بطلا طيب فما حكم ما قد صلاه أولا هل يثاب عليه ولو جزئيا هل يثاب على شيء مما تقدم طبعا لن يثاب على الصلاة لكن سيثاب على بعض الذي تقدم ذكره في الصلاة من ذكر ومن دعاء استفتاح ومن قراءة فاتحة هيئة الصلاة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية فقال العلماء ولا يثاب على ما تقدم لأنه تعمد البطلان تعمد الايه؟ البطلان الرجل انعقدت صلاته صحيحة ومضت ركعة مضت ركعتان ثم ارتكب عمدا ما يبطل الصلاة فنقول بطلت صلاته بطلت صلاتك ولا تثاب على شيء مما تقدم ويجب عليك القضاء أو الإعادة كما سيأتي تفصيل طبعا هنا عليه الإعادة إن كان الوقت باقيا وإليه يطالب بالقضاء إن كان قد خرج الوقت أما إن كان البطلان للصلاة بعد الانعقاد لا عن إرادة وقصد منه بنسيان غفلة أكره على المبطل فبطلت صلاته فقالوا بطلت الصلاة ووجبت عليه الإعادة ولكن يثاب على ما تقدم ثوابا مطلقا ثوابا مطلقا يعني كأنه أتى بذكر وإلى آخر هذا البطلان بمعنىه 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 الأصلي أو بمعنىه المتبادر لكن هنا الشيخ يعني ذكر المبطلات وأراد ما يشمل عدم الإنعقاد أراد ما يشمل عدم الإنعقاد كأن أخطأ يعني فوت شرطا من شروط صحة تكبيرة الإحرام فوت شرطا من شروط صحة النية ارتكب مبطلا من المبطلات مقترنا بتكبيرة الإحرام يعني مع تكبيرة تكبيرة الإحرام أحدث مع تكبيرة الإحرام أتى بثلاث حركات بفعل ثقيل أو بعضو ثقيل متوليات فحينئذ نقول ماذا نقول لم تنعقد صلاتك لم تنعقد صلاتك فصار البطلان يشمل عدم الإنعقاد وفي الحالتين عدم الإنعقاد والبطلان يدخل يعني في الحالتين يشملهما هنا قول الشيخ مبطلات الصلاة إذن المبطل هنا يشمل ما يشمل عدم الإنعقاد يشمل إيه يشمل عدم الإنعقاد أيضا مفهوم نعم فلاحظ قال فصل في مبطلات الصلاة طبعا مبطلات الصلاة هنا ذكرها بالعد و يعني لو تتبعنا مبطلات الصلاة في جزئيات كل حكم من الأحكام أو في معظم الأحكام ستجد أنهم يذكرون أحكاما استطرادية في بعض المسائل ويقولون بطلت صلاته لم تنع قد صلاته بطلت صلاته لم تنع فصارت المبطلات كثيرة جدا لكن هنا يذكرون أشهرها قال الشيخ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالْكَلَامِيهِ طبعا هنا وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ لكن السؤال ما حكم بطلان الصلاة إما أن يكون حراما وإما أن يكون غير حراما بعض الناس يتعمد بطلان صلاته يتعمد بطلان صلاته فتجد مثلا إذا كانت الصلاة نافلة نافلة فالخروج منها أي بطلانها عمدا مكروه جائز لكن مع الكراها وإن كانت الصلاة فريضة فالخروج منها إبطالها إبطالها حرام الخروج منها وإبطالها إيه حرام لكن ماذا يفعل لو أنه صلى صلاة الظهر منفردا ثم بعد ذلك رأى جماعة رأى إيه جماعة أي رأى صلاة الظهر تصلى جماعة فهنا قال العلماء لا يبطلها لا يخرج منها بالبطلان إنما يقلبها إلى نفل فينوي إذا كان ما زال في الرقعة الأولى أو في الرقعة الثانية ينويها نفلا هو نواها ودخل فيها بالفريضة ولكن لما رأى الجماعة أو علم بوجود جماعة لنفس صلاة الظهر مؤداتا يقلبها يعني ينوي جعلها نافلة فيسلم من ركعتين يسلم من ركعتين ثم يدرك الجماعة بشروط تذكر في هذا الباب يعني لأن هذا القلب إما أن يكون مندوب وإما أن يكون جائز وإما أن يكون هذا القلب حرام لأنه إذا كان مثلا رأى جماعة والوقت على آخره على آخره لو قلب الصلاة نافلة وأكمل النافلة ثم ذهب ليصلي صلاة الجماعة سيكون قد فاتت فات الوقت فحينئذ نقول له انضف ما أنت فيه من الصلاة المفروضة منفردا ولا تقلبها ولا تقلبها إلى نافلة لأن الوقت يعني يخشى عليه يخشى عليك من خروجه يعني أنت على آخر الوقت في هذه الحالة يعني هذه مسائل القلب تذكر في مظانها إن شاء الله قال وتبطل الصلاة بالكلام الكثير طبعا الصلاة قال العلماء سواء كانت صلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة إذا ما ارتكب واحدا من هذه المبطلات بطلت حتى ولو كانت صلاته من نحو الصلاة كسجدة التلاوة أو كسجدة الشكر أو كصلاة الجنازة بعض الناس يصلي صلاة الجنازة وهو على غير طهارة ما حكم هذه الصلاة هذا لا تنعقد صلاته صلاته باطلة بل غير منعقدة ويحرم عليه أن يتلبس بهذه الصلاة وهو محدث حتى وإن كانت صلاة جنازة والأصل فيها الدعاء حتى ولو كذلك حتى ولو سجدة تلاوة كما قلت لكم أو سجدة شكر ولهذا يقول العلماء وتبطل الصلاة أي فرضا أو نافلة مفهوم قال تبطل بالكلام الكثير أي ما معنى الكلام هنا الذي يبطل الصلاة قال هو الكلام الذي ليس من جنس ما يطلب في الصلاة من ذكر أو دعاء أو قراء ما كان من ذكر أو دعاء أو قراء هذا كلام لكنه مطلوب في الصلاة إنما المراد بالكلام المبطل هنا الكلام الأجنبي نعم الكلام الأجنبي كلام ليس بقراءة مطلوبة وليس بذكر مطلوب وليس بدعاء مطلوب وليس بكلام تعلق بقربة من القرب هذا الكلام الذي يقال فيه العلماء يبطل الصلاة يبطل إذن الكلام الذي لا تعلق له بالصلاة بمفهوم كده بسيط أي كلام لا تعلق له بالصلاة من قراءة من ذكر من دعاء من قربة من القرب تعلقت بالتلفظ في هذه الحالة نقول هذا كلام أجنبي أي أجنبي عن الصلاة ويبطل ها ولكن بشرون فيقول وتبطل الصلاة بالكلام الكثير طيب هنا عندنا تفصيل إذن عرفنا الكلام الذي يبطل الصلاة وقلنا هو الكلام الذي لا تعلق له بالصلاة فهو يبطلها بضوابط الضابط الأول إذا كان كثيرا هذه حالة أولى إذا كان كثير كلام كثير يعني قال ابن حجر فوق أربع كلمات عرفية يعني خمس كلمات ست كلمات سبع كلمات عرفية يعني غير نحوية يعني الكلام العرفي أي ما يشمل العرف العام كلام عرفي فإذن فإذا هذا هذا الكلام العرفي إذا كان كثيرا أي بلغ خمس كلمات يعني فوق الأربع كلمات على رأي الشيخ ابن حجر على رأي الشيخ القليوبي وغيره قالوا فوق ست كلمات هذا الكلام كثير هذا الكلام الكثير يبطل الصلاة تكلم كثيرا يعني قال قال لواحد أنا خرجت الآن ورجعت بعد أن قضيت بعد أن قضيت حاجتي صار هذه سبع كلمات تقريبا جلس يتكلم كده أتى بكلام كثير بلغ سبع كلمات أو بلغ خمس كلمات على رأي الشيخ ابن حجر كلام لا تعلق له بالصلاة واحد يخبط الباب تك 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 مرحبا 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 خمس كلمات إذن هذا مرحبا فين نحن في عندنا يعني ذكر يقال له مرحبا في الصلاة بعطي له صلاته كرر مرحبا ست مرات خمس مرات يعني سبع مرات على رأي من يقول كذا وكذا مفهوم فهذا كلام أجنبي كلام كثير كلام كلام كثير بلغ سواء كان هذا الكلام الكثير أتى به متعمدا أو أتى به ناسيا تبطل صلاته شفت لاحظ التعميم سواء كان متعمدا وهذا من باب أولى أو كان ناسيا وهذا أيضا يشملها الحكم لأن الكلام كثير النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتهليل فمن نطق يعني إنما هو التسبيح والتهليل ولما يعني سمع بعضهم يتكلم الصلاة نزلت الآية القرآنية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالذكر أو بالقراءة ونهينا عن الكلام كما جاء في الحديث فإذا الكلام الكثير يبطل الصلاة مفهوم الكلام الكثير يبطل الصلاة حتى ولو كان ناسيا حتى ولو كان جاهلا جهلا غير معذور به مفهوم حتى ولو مع نسيانه حتى ولو مع عدم تذكره للصلاة يعني خرج عن هيئة الصلاة يعني فهمتم لأن هذا جاوز الحد المغتفر ولأن للصلاة هيئة تذكر بالمصلي بأنه في صلاة فهمتم هذه حالة أولى طيب لا فرق كما قلنا ما بين العالم والجاهل ما بين العامد والناسي ما بين المختار والمكره ما بين المتذكر لهيئة الصلاة والغافل كلهم في هذه الحالة تبطل صلاتهم لأن الكلام الأجنبي الذي لا تعلق له بالصلاة الكثير قال هناك حالة أخرى يسمى كلام قليل الكلام القليل هذا الكلام القليل فيه تفصيل إن كان المتكلم المصلي تكلم به متعمد عالم بحرمته متعمد عامد متعمد عالم بحرمته حرمة الكلام القليل الأجنبي وكان متذكر لهيئة الصلاة وليس هذا الكلام من جنس القربة فتبطل به الصلاة فتبطل به الصلاة تبطل به الصلاة طيب لو كان ناسي أو كان غافل عن تذكر الصلاة أو كان مما له تعلق بالقربة أو كان جاهل معذور بجهله فلا تبطل صلاة طيب ما هو الكلام القليل قالوا ما دون ذلك كأربع كلمات على رأي الشيخ بن حجر أو ست كلمات على رأي الشيخ القليوبي فما دون إذا تكلم به عامدا بطلت صلاة تكلم به جاهلا معذورا بجهله لم تبطل صلاة تكلم به عامدا بطلت صلاة تكلم عن التذكر للصلاة ما بطلت صلاة إذا كان متذكرا للصلاة بطلت صلاة فهمتم مثال ما يشمله الكلام القليل قالوا الحرف المفهم لو أن إنسان أتى بحرف مفهم في الصلاة وهو في الصلاة قال قي قي من الوقاية يعني من كلمة الوقاية قي فعل الأمر بمعنى يعني انتبه وكن على وقاية من هذا الأمر قال العلماء طبعا هنا سكت ما أتى بها لكن أخطأ في عدم ذكر هاء السكت فأتى بالحرف مكسور قي فهنا بطلت صلاة مين بطلت صلاة إن كان متعمدا حين النطق بهذا الحرف المفهم طبعا قال العلماء ما معنى مفهم مفهم عند المتكلم ولا مفهم عند السامع قالوا مفهم عند المتكلم وإن لم يفهم عند السامع فطالما أنه أتى بحرف مفهم عنده بطلت صلاة إن كان قد نطق به علما بحرمته عمدا متذكرا للصلاة ولم يكن هذا الحرف مما يتقرب به في الصلاة مثلا قي الحرف المفهم قليل مع العمد يبطل الصلاة حرف واحد لكنه مفهم وكذلك كالحرف المفهم الحرفان ولو غير مفهمين الحرفان ولو غير مفهمين مفهوم كمثل إيه لو قال صح صح حرفان بمعنى نسكت هذه حرفان مفهمان من باب أولئ تبطل صلاة لكن لو قال مل 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 عكس لم أو قال مثلا زد هذا حرفان مفهمان لكن لو قال دز حرفان غير مفهمين تبطل به الصلاة إن علم حرمة الكلام تعمد ليس عن النسيان تذكر هيئة الصلاة ليس عن غفلة عنها بطلت صلاة حتى ولو مع الإكره لأن الإكره نادر في الصلاة فتبطل به الصلاة هذه الحالة الثانية من الكلام القليل مع العمد والتذكر والعلم يبطل الصلاة هناك أيضا آخر ما هو النوع الثالث الحرف الممدود الواو والياء والألف هذا حرفان بطلت الصلاة بالحرف إذا كان ممدودا لأن الحرف الممدود حرفان نطقا حرفان نطقا فهمتم فمبطلة للصلاة تبطل صلاة النطق بحرفين بحرف ممدود عمدا مفهوم بحرف ممدود عمدا علما بالتحريم مع تذكر لهيئة الصلاة مع تذكر للصلاة مفهوم نعم كمان ما فيش لهذه الحالات فقط كمان إذا أتى عندنا الحالة الرابعة أتى بحرف غير مفهم قاصدا الشروع في المفهم أتى بحرف غير مفهم لكن قاصدا الشروع بالمفهم أو قاصدا الشروع في المبطل كما يقول علماء يعني كأن يأتى بحرف ونوى جملة لكن اقتصر على الحرف أتى بحرف وأرد أن يلحقه بحرف آخر ولكن اقتصر على هذا الحرف وهو غير مفهم بطلت صلاته هذا التعميم للحالة الرابعة وبالتالي صار الشروع في المبطل مبطل حتى ولو كان الذي شرع فيه غير مبطل لكن نية النط نية البطلان مع الشروع تبطل الصلاة مع الشروع تبطل الصلاة مفهوم نعم هذه هذه الأربع الحالات قال العلماء إذا كان الكلام قليل وكان متعمدا أي المتكلم كان عالما بالتحريم أي المتكلم وكان متذكرا للصلاة حين حينئذ بطل صلاته حتى ولو كان الكلام الأجنبي قليلا مفهوم نعم حتى ولو كان قليل طيب بناء على هذا الكلام الذي سبق ذكره ما الحكم فيه بلو أن إنسان أتى بحرف واحد غير مفهم أتى نطق بحرف واحد غير مفهم قال د د كلمة د د ما قال د قال د قال ر قال ما حرف واحد غير مفهم ولم يقصد الشروعة في المبطل وليس على وجه اللعب هذا أيضا حالة رابعة مفهوم لأن وجه اللعب يدخل في المبطل يحرم أن يلعب في الصلاة وتبطل به الصلاة ما الحكم لو أنه نطق بحرف غير مفهم ولم يقصد اللعب ولم يقصد الشروعة في المبطل قالوا لم تبطل صلاته لم تبطل صلاته الحرف الغير مفهم الحرف غير المفهم لا يبطل الصلاة طيب لو تكرر الحرف غير المفهم من غير توالي تكرر من غير توالي كل ساعة ينطق حرف ويسكت بينهما سكتة يسيرة تقطع التوالي تكررت الحروف غير المفهمة من غير توالي ما بطلت صلاته ما بطلت ايه ما بطلت صلاته فأنتم نعم لكن هناك مسائل حيان يرد ان بعض الناس ايه يأتي بلفظ من الالفاظ لها تعلق بالصلاة لها تعلق بالقربة لها تعلق بالقربة واحد هو في الصلاة قال نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه هو بصلي صلاة الظهر وفي اثناء الصلاة تذكر الاعتكاف فنوى الاعتكاف واتى بنية النذر حتى في الاعتكاف كما قالوا في نذر التبرر لله علي ان اعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه شوف تلفظ في نذر التبرر ما بطلت صلاته بالاتفاق بين الشيخ بن حجر وما بين الشيخ الرمدي لماذا ما بطلت صلاته قالوا لان هذا الكلام ليس باجنبي لانه من القربة والتلفظ بكلام له تعلق بالقربة والعبادة لا يبتل الصلاة لكنهم اختلفوا في صورة اخرى في الوصية لو ان انسان اوصى بثلث ماله وهو في الصلاة فقال اوصيت بثلث المال على الفقهاء اوصيت بثلث المال ان يدفع لهذا المسجد اوصيت بثلث مال ان يصرف للفقراء او للمساكين او للاخرين فتلفظ بالوصية بثلث المال لجهة معينة ونحوها ما بطلت صلاة على رأي الشيخ بن حجر لان هذه قربة قربة يتقرب بها والقربة ليست من الكلام الاجنبي المبطل للصلاة الشيخ الرملي قال لا تبطل به الصلاة تبطل به الصلاة طبعا هنا الوصية غير معلقة اما ان كانت معلقة فتبطل الصلاة بالاتفاق افهو كأن قال ان حصل لي كذا فاني اوصي بثلث مالي لكذا كذا ومثل الوصية في الحكم والتفصيل الوقف وكذلك ايضا العتق لو انه قال عبدي حر اعتقت عبدي فلان قال ابن حجر ما تبطل صلاة لان هذا مما يتقرب به لا فرق بين الذكر والدعاء قال رملي لا العتق هذا مما يصلح ان يخاطب به الاخرون وان لم تكن في هيئة خطاب ما قال له اعتقتك هنا بكاف الخطاب بطلت الصلاة بالاتفاق لكن قال عبدي او اعتقت عبدي او جعلت عبدي حرا لوجه الله وهو في الصلاة او يعني تصدقت بمالي الفلاني للجهة الفلاني هو في الصلاة ما تبطل الصلاة طالما انه ليس هناك تعليق على رأي الشيخ بن حجر وخالفه في هذه المشألة الشيخ الرملي وليس من الكلام المبطل للصلاة اذا كان الكلام بلغة غير عربية طالما انه ذكر او طالما انه دعاء وطالما ان هذا الدعاء او هذا الذكر ليس بمحرم طالما انه لا يحسن العربية فاتى بذكر او اتى بدعاء وكان هذا الذكر او هذا الدعاء ليس بمحرم فالصلاة صحيحة طالما أنه لا يحسن العربية وكان هذا الذكر أو الدعاء ليس بحرام وليس بمخترع ليس بحرام وليس بمخترع طيب لكن عندنا صورة مستثناء إيه هي الصورة المستثناء الكلام الكثير لا يغطل الصلاة في حالتين مثلا الحالة الأولى لو أنه يعني مبتلى بشعال مبتلى بشعال مبتلى بكحة مبتلى بتنحنح سعال الكحة أو مبتلى بتنحنح وهذا التنحنح يبرز حرفين فأكثر مفهوم يبرز كلاما كثيرا كح 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 في كل كحة في كل تنحنح في كل تنحنح يظهر حرف مفهم أو يظهر حرفان غير مفهمين ويتوالى هذا الكلام الكلام الأجنبي بسبب الابتلاء بالتنحنح بغلبة التنحنح للابتلاء بغلبة الكلحة والسعال لأنه مبتلى به لكونه مريض عنده مشكلة في الصدر فقال العلماء حينئذ لا يبطل لا تبطل صلاة حتى وإن كان كثيرا أو كان هذا الكلام الكثير توقفت عليه القراءة الواجب هذه صورة أخرى ما استطاع أتته حبسة في حلقي ما استطاع أن يكمل القراءة الواجبة كقراءة الفاتحة أو التشهد أو السلام مفهوم إلا بأن يتنحنح تنحنحا كثيرا حتى يعني ينفك حلقه ويستطيع أن يأتي بالقراءة الواجبة مش بالجهر بالقراءة أما إذا كان يعني جاءته حبسة منعته من الجهر ولم تمنعه من الإسرار فإذا لا يجوز له أن يقح حتى يعني ولو لأجل الجهر بل يقتصر على الإسرار ويتم صلاته ولا يتنحنح لإذا كان في التنحنح ظهور كلام أجنبي أو نحو ذلك مفهوم قال الشيخ هنا خلاص فهمنا قال وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالْكَلَامِ الْكَثِيرِ طبعا الكلام الكثير أو الكلام اليسير على حسب التفصيل الذي ذكرناه لكم قال وَالأَكْلِ الْكَثِيرِ أي وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالْأَكْلِ الْكَثِيرِ أو مش الأكل عفوا الأكل الكثير هناك فرق بين الأكل والأكل الأكل مرادهم بالأكل أي المأكل ومرادهم بالأكل أي الفعل وهو حركة الفكين للمضق يسمى أكلا أما الأكل أي ما يؤكل من طعام ونحوه حتى ولو كان من غير الطعام أو مما لا يؤكل كتراب ونحو ذلك قال الشيخ هو الأكل الكثير وتبطل الصلاة بالأكل الكثير لكن مع العمد والعلم بالتحريم مفهوم وتذكر الصلاة طيب لو أنه أكل يعني لو كان المأكل شوف هنا يقول الأكل الكثير يعني خرج بهما لو كان الأكل يسير يعني قليل ما قابل الكثير قليل قال العلماء والفرق بين الأكل أي المأكل الكثير والمأكل القليل العرف يعني ما عده العرف قليل فهو قليل وما عده العرف كثير فهو كثير وهنا هذه مسألة من المسائل التي تنبني على الحكم العرفي مفهوم؟ نعم وقال غيرهم أن الأكل اليسير ما كان كحبة سمسم وكحبتين هذا إيه؟ أكل يسير ما كان فوق ذلك فهو أكل أي مأكل كثير المأكل الكثير تبطل به الصلاة ولو مع النسيان المأكل الكثير والمشروب الكثير له حكم المأكل تبطل الصلاة به ولو كان إيه؟ ولو كان مع النسيان أو مع الإكراه أو مع الجهل بالتحريم مفهوم؟ لكن إذا كان هذا إيه؟ جهل بالتحريم وصاحبه جاهل غير معذور بجهل لو كان هذا الجاهل معذور بجهل كأن نشأ قريب عهد بالإسلام أو نشأ في شاهق في الجبال في البادية بعيد عن العلم والعلماء وتعذر عليه الوصول إلى العلماء لكونه مثلا غير موسر ما وجبت عليه نفقة السفر لطلب الإيل قالوا هذا خلاص هذا معذور بجهله ما تبطل صلاته بما يأكله في صلاته إن كان يسيرا طيب المأكل الكثير تبطل بالصلاة علما أو عمدا جهلا أو نسيانا تذكرا أو غفلة وإن كان المأكل يسيرا قالوا لا تبطل به الصلاة إلا مع العلم العلم يعني العلم بالتحريم والعمد وتذكر الصلاة فهمتم؟ طيب بعض الناس يقول أنا علمت تحريم هذا الأكل أو علمت تحريم الأكل علمت تحريم الشرب لكنني لا أعرف أن هذا الشيء مبطل للصلاة إذن علم التحريم وجهل البطلان ومثله في مسألة الكلام الأجنبي يقول أنا أعلم حرمة الكلام الأجنبي في الصلاة لكنني لا أعلم أنه مبطل فقال العلماء العلم بالتحريم كاف في الحكم بالبطلان لأن من علم تحريم شيء انكف عنه كف عنه ابتعد عنه ارتعد عنه فالعلم بالتحريم كاف في الردع فإذن تبطل صلاته وإن جهل البطلان وإن جهل الإيه؟ البطلان مفهوم؟ نعم طيب آه طيب سنأتي على الجواب سؤالك إن شاء الله تعالى عاقب الدرس قال والأكل الكثير مبطل للصلاة وقلنا إن الأكل الكثير مبطل للصلاة في التعميم يعني إيه في التعميم؟ سواء كان عالما بالتحريم أو جاهلا بالتحريم إلا في حق من جهل إيه؟ جهلا معذورا به كمان إيه؟ سواء كان متذكرا وغافلا سواء كان عالما أو جاهلا سواء كان متعمدا أو ناسيا طالما أن الأكل كثير ومثل الأكل الشرب بطلت بالصلاة لماذا؟ لماذا لا نقول الصلاة كالصوم؟ الصوم لو أن إنسان أكل وشرب فإنما أطعمك الله كما قال عليه الصلاة والسلام فإنما أطعمه الله من أكل أو نسي من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه قالوا هذا الصوم ليس فيه هيئة تذكر يعني الصائم كغير الصائم يدخل وينام ويخرج ويشتغل ويتكلم ويضحك ويمرح ويلعب ما في مشكلة يعني بينما للصلاة هيئة مذكرة يعني فالإنسان الصائم قد يغفل بسبب أنه اعتاد حركة معينة كذا لكن صاحبنا هذا الإنسان الذي يصلي هو مستقبل للقبلة هو في حالة قيام وفي حالة ركوء وفي حالة اعتدال في حالة سجودين هذه الهيئة مذكرة أنه في صلاة يعني فما معنى أن يأكل أو أن يشرب إلا أنه في هذه الحالة مقصر مفهوم فتبطل به الصلاة هنا حصل الفارق ما بين الأمرين فأما إذا كان الأكل يسير فلا تبطل إلا مع العلم والعمد والإيه والتذكر إلا مع العلم والعمد والإيه والتذكر نعم بعض الناس يأكل علكة كما ذكر فضيلة الأخ إذا مضغ علكة بلا نكهة لها أو جعلها أو حبسها إلى بين ضر حتى تمام الصلاة ما في مشكلة العلكة هذه هل فيها شيء من الحلاوة باقي فيها العلكة هذه بعض العلك فيه أثار حلاوة سكريات مع المضغ تذوب هذه السكريات هذه الحلاوة خلاص إن عدها العرف كثيرة فهي مبتلة للصلاة ولو مع عدم العمد وإن كان العرف عدها قليل هذه الحلاوة التي تبرز يعني من آثار المضغ لهذه العلكة تذوب هذه الحلاوة ثم يبتلعها فإن كانت قليلة بطلة الصلاة إن كان عالما عامدا متذكرا للصلاة أما إن كانت هذه العلكة ليست فيها شيء صافية فقط عبارة عن يعني هذا الشيء الذي يعني مطاط هكذا يمضغه ولكن ما يعني تنحل عنه شيء من الآثار لا سكريات ولا شيء فقط عبارة عن حركة المضغ فقط ففي هذه الحالة جعلها في فمه من غير أن يحركها أو حبسها بين أضراسه كما قلت أو أنه مضغها لكن من غير حركات ثلاث المتواليات ما بطلة الصلاة إذن العلكة التي ليس فيها حلاوة ولم تنحل منها شيء بقيت في فمه أو مضغها من غير ثلاث مضغات المتواليات بل مضغة أو مضغتين وتوقف ثم مضغة مضغة أو مضغتين وتوقف لا عن قصد لعب ما بطلت صلاة ما تبطل إيه صلاة وما يتخلل بين الأسنان من طعام ونحوه له حكم المأكول لكن إذا بقي هذا الطعام في الفم لا بطلان لكن إذا ابتلعه فهنا نسأل هل هو هذا المأكول الذي خرج من بين الأضار أضراس قليل ولا كثير وإذا كان كثير بطلة الصلاة إن كان قليل ففيه التفصيل هل هو المأكول هذا القليل تعمد بلعه أو لم يتعمد مفهوم علم بالتحريم أو لم يعلم بالتحريم فيه هذا التفصيل الذي ذكرناه لكم نعم قال الشيخ هو الأكل الكثير والفعل الكثير أي تبطل الصلاة بالفعل الكثير ما هو الفعل الكثير عندنا الصلاة فيها أفعال ليس كذلك فيها قيام فيها ركوع فيها اعتدال فيها حركة يدين في الآخر هذا فعل قالوا لا الفعل الذي ليس من جنس الصلاة يعني فعل غير مطلوب لا وجوبا ولا ندبا هذا هو الفعل الذي يبطل الصلاة لكن هذا الفعل الذي يبطل الصلاة قالوا إذا كان كثيرا بطلت الصلاة حتى ولو كان مع الجهل مفهوم جالس بين أظهر العلماء وقال أنا مش عارف إن الحركات الكثيرات المتوالية تبطل الصلاة إذا كانت بعض ثقيلة قلنا له أين أنت من مجالس العلم أين أنت من حلقات الدرس قال ما عليش يعني طلب العيش والكسب منعنا من حضور الدرس لا هذا جاهل غير معذور بجاهله فبالتالي هذا الجاهل غير المعدور بالجاهل إذا فعل أفعالا كثيرات بعضو ثقيل مع التوالي بطلت صلاته حتى ولو كان يجهل لأن عنده نوع تقصير بل عنده كل التقصير في الحقيقة يعني ما شاء الله يعلم أخبار الدنيا من شرقها إلى غربها ولكنه لا يعلم شيئا يسيرا من أحكام فرض الدين الواجب عليه أنت مقصر يعلم خبابير الدنيا كلها من ترشح ومن لم يترشح من نجح ومن خسر من فاز المباريات يعلم أسماء اللاعبين كرة القدم ما ترك لميسي ولا كريستيانو كلهم عرفهم وعرف تواريخ ولاداتهم وتواريخ وفياتهم أيضا ما زالوا أحياء المهم أنه يعلم تراجم تراجم اللاعبين كأنه الإمام الذهبي يعني في معرفة المحدثين يعرف اللاعب الفلان السقراط على بلي على مين كلهم يعرفهم ويعني مثل من هذا المعلق العصام الشوال والعصام الشوى والعصام مين مش عارف ما شاء الله تجدك أنه حفظ يحفظ أسماء اللاعبة الكرة najbardziej وتواريخهم وإلى آخر سبحان الله لو كانت هذه الحافظة مصروفة إلى علم الحديث أو إلى علم الفقرة كانت في خير كبير لكن الحمد لله كله مسخر لمخلق له فالشاهد أن هذا التقصير غير معذور به جاهل غير معذور به الجاهل عفوا هذا الجهل غير معذور به جاهل لأنه مقاصر فأفعل أفعالا كثيرات بعضو سقين مع التوالي بطلت صلاةه إذا كان الفعل كثيرا وإذا كان الفعل قليل إذا كان الفعل قليل لا تبطل به الصلاة لا تبطل به الصلاة مفهوم نعم إذا كان الفعل كثير تبطل به الصلاة ولو مع السهو مع النسيان مع الغفل عن تذكر الصلاة مع الجهل إذا كان غير معذور بجاهل مفهوم لأن الفعل كثير لأن الفعل كثير قال كثلاث خطوات طبعا ثلاث خطوات أي ثلاث حركات متواليات بعضو ثقيل هذا ضابط الفعل الكثير الفعل الكثير إذا كان الفعل صدر من عضو ثقيل ما هو العضو الثقيل؟ الرأس هذا عضو ثقيل اليدان يعني الكف هذا عضو ثقيل الأصابع لا عضو خفيف لكن الكف عضو ثقيل لو أنه حرك أيده هكذا كالمرأة تصفق في الصلاة نابت المصلية نوع من الخلل فنبهتها المصلية الأخرى هذا عضو ثقيل الكف عضو ثقيل فلو أنها ضربت على كفها بكفها اليمنى ضربت ثلاث ضربات متواليات بطلت الصلاة لأن الحركة هنا كثيرة بعضو ثقيل اليد عضو ثقيل حركت يدها لأنها حست بشيء من الحكة فحركت يدها حركة اليد ذهابا وعودة مرة وذهابا وعودة مرة ثانية وذهابا وعودة مرة ثالثة فهي حركة بطلت صلاتها أو بطلت صلاته لأن هذه حركة متوالية كثيرة بعضو ثقيل الرأس اليد الرجل هذه عضو ثقيل فهمتم البدن كله كذا حركة الارتعاش هكذا من غير الطرار حركة بعضو ثقيل يعمل كذا بعضهم إذا صلى كذا يعمل كذا هو يقرأ في الصلاة يعمل كذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله الله إحنا بنعمل بنصلي ولا بنلعب ولا بنرقص الصلاة فيها سكون فإذا حركة البدن عضو ثقيله ثلاث حركات متواليات بعضو ثقيل بطلت الصلاة بهذا الفعل الكثير المتوالي بعضو ثقيل تبطل به الصلاة ولو كان المتحرك ناسيا ولو كان المتحرك مكرها ولو كان المتحرك غير متذكر للصلاة أو كان جاهل بالحكمي أو كان جاهل بالحكمي وكان غير معذور بجاهلي فهمتم؟ لأنه غير عالم لكن ما عندنا مشكلة طالما أنك لا تعلم الحكمة لكنك جاهل به ومقصر بالجاهل تبطل به الصلاة أما ما كان من حركة البدن لمطلوب في الصلاة فلا تبطل واحد سيرفع يديه عند تكبيرة الإحرام سيرفع يديه عند الركوع سيرفع يديه عند الاعتدال لا تبطل الصلاة لكن هنا مسألة اختلف فيها الشيخ بن مخرم والشيخ بن حجر وهو لو رفع يديه ورأسه عند تكبيرة الإحرام كما يفعل بعضهم الله أكبر هذه حركة الرأس مع حركة اليدين قال ابن حجر هذه ثلاث حركات هذه حركة وهذه حركة حركة اليد مع حركة اليدين مع الرأس ولو مع تكبيرة الإحرام مبطلة للصلاة وهذا الرأي يعني يحتاج إلى أن يحتاط منه يعني بغي الإنسان إذا ما رفع يديه عند تكبيرة الإحرام يثبت رأسه يثبت رأسه فلا يحرك رأسه مع حركة اليدين فإن ابن حجر يقول هنا حركة وهنا حركة وهنا حركة ثلاث حركات متواليات بطلت به بطلت بها الصلاة الشيخ بمخرب قال له هذه حركات مطلوبات لا تعد هذه حركات مطلوبات لا تعد هذه الحركة طبعا وإن كانت غير مطلوبة لكنها مغتفرة ولكنها مغتفرة مفهوم نعم طيب حركة القدم ماذا نفعل قالوا حركة القدم أيضا حركة بعضو ثقيل حركة القدم حركة بعضو ثقيل فلو أنه رفع قدمه هذا تعد حركة وضعها قال العلماء إذا رفعها إلى الأعلى ووضعها إلى الأسفل في نفس المحل فتعد حركة وهناك خلاف هذه المسألة لكن هذا هو المقتصر أولا تعد حركة مفهوم رفع رجله قدمه إلى الأعلى ووضعه في نفس المكان الذي رفعها منه قالوا هذه حركة كحركة اليد ذهاب وعودة هذه حركة فهمتم؟ لكن لو رفع قدمه وخط بها إلى الأمام أو إلى الوراء قالوا هذه حركة الرفع حركة مفهوم؟ والخط إلى الأمام حركة ثانية إلا إذا فإن رفعها ووضعها هذه حركة إن رفعها وخط بها إلى الأمام أو خط بها إلى الوراء فخطوتان مفهوم؟ نعم نعم نقل القدم إلى جهة إلى أي جهة كانت فإن نقلت الأخرى عدت ثانية سواء كان ساوى بها الأولى أم قدمها عليها أم أخرها وذهاب الرجل وعودها يعد إيه؟ خطوتين نعم طيب حركة القدم ذهابا وحركة القدم عودا إلى الخلف هذه تعد حركتان لكن لو أنه رفع قدمه إلى الأمام هذه تعد حركة رفع قدمه إلى الأمام تعد حركة رفع قدمه الأخرى إلى أختها عدت حركتين رفع قدمه إلى الخلف عدت حركة ورفع قدمه الثاني ليساويها في الخطوة عدت حركة ثانية فإن توالت صارت حركة فهنا ينبغي أن نتنبه لحركة الأقدام في مسألة الصفوف لما يأتي واحد يصلي وثم بعد ذلك هو في الصلاة يجد يجد فرجة في الصف الذي أمامه فيتقدم بخطوات إلى الصف الأول ليسد الفرجة فماذا يفعل حين التقدم قالوا ينتبه لإيه ينتبه لحركة الأقدام في خطوات ثلاث فإن في هذه الحالة تبطل الصلاة فماذا يفعل إذا إذا ما أراد أن يتقدم يخطو خطوة يعني يقدم رجل هكذا هو مصلي هكذا فيعمل كذا هذه خطوة ويقف هكذا طيب بعد السكون شوية ينقل الخطوة الثانية إلى محاداتها فتصير حركة ثانية مستقلة لا تعد حركتين بس حركة ثم انقطاع ثم حركة ثم انقطاع ثم حركة مع السكون بعدين حركة ثانية مع السكون إذن كم حركات أربع حركات لكنها غير متوالية فتصير كل حركة منها حركة مستقلة فلا تبطل صلاة حتى ولو مئة خطوة طالما أنه خطى مئة خطوة ولكن بين الخطوة والخطوة سكون لا يوجد توالي فما بطلت صلاته حتى ولو مئة خطوة باعتبار الخطوات لكنها غير متواليات نحن الذي يبطل الصلاة ثلاث حركات متواليات ثلاث حركات متواليات وهنا لا يوجد التوالي هنا لم يوجد التوالي مفهوم فصاحبنا هذا الذي خطى عفواً الذي هو في الصلاة وجد فرجة في الصف الذي أمامه فليخطو خطوة ثم يسكن ثم يخطو خطوة ثم يسكن أو يخطو خطوتين مع التوالي ثم يقف ثم يخطو خطوتين مع التوالي ثم يقف وبهذا يكون قد وصل إلى إلى الصف الذي أمامه ولم تبطل صلاة لكن يجري هكذا يمشي كأنه يجعني في السوق ولا يعني في غير صلاة تجد واحد يصلي هكذا فإذا مرأى صف أمامه فيه فرجة خطى بأقدامه ثلاث خطوات متواليات أو أكثر فتبطل صلاته طبعاً تبطل صلاته في هذه الحالة مفهوم نعم قال هنا وتبطل بالفعل الكثير كثلاث خطوات كثلاث إيه خطوات وليست خطوات الخطوة بفتح الخاء المراد بالخطوة بفتح الخاء أي المرة ثلاث حركات أي ثلاث مرات بعضو ثقيد وأما الخطوة بضم الخاء فهي المسافة التي ما بين القدمين وهذه مرادة في باب السفر وليست مرادة في باب مبطلات الصلاة نعم فإذا انتبه لهذا قالك ثلاث خطوات أي ثلاث خطوات إيه متواليات لأن حركة القدم الواحدة تعد حركة بعضو ثقيل فإذا حرك القدم الآخر عدت حركة أيضا بعضو ثقيل فإذا توالت الخطوات الحركات فتصير هنا حركتين ما هي مبطلة الحركات ليست مبطلة لكن تعد حركتين فإن حرك القدم مرة أخرى متوالية نشارح أنها ثلاث حركات متواليات وتبطل بهذه الحركات الثلاث المتواليات بالقدم لأن عضو الثقيل تبطل به الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة 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 ثلاث حركات ثلاث مع التوالي اشتركوا في القناة لأنه الحركة حركة الواحدة يعني تقدم والرفسة غير 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 ثلاث المصاب تجده للصوير ثم طيب الجفن اللعب نتيجا نتيجا بكلام نتيجا اشتركوا في القناة يقول الشيخ رسول الله أو اشتركوا في القناة فإذا هنا في هذه الحالة هو زاد إيه زاد ركوعا زاد إيه ركوعا زاد ركوعا زاد سجدة من السجدات جعلها ثلاث سجدات بدل السجدتين لكنه زاد ركنا فعليا ناسيا أما لو زاد الركن الفعلي عامدا ستبطل صلاته زاد الركن الفعلي عامدا عالما بطلت صلاته لكنه ناسيا جاهلا معذورا بجهله لم تبطل بالحالات التي تقدم ذكرها يعني في الحالة الأولى تكلم بكلام ناسيا قليل تكلم بكلام قليل ناسيا تكلم بكلام قليل جاهلا معذورا بجهله ما حكم صلاته لم تبطل تكلم بكلام أكل أكلا يسير أو أكل قليلا أي أكل أكلا قليلا أما لو أكل حركة المضغ هذه يا أحباب هذه من الفعل بعضو ثقيل لأن الفك هذا الفك عضو ثقيل الفكان عضوان ثقيلان فلو أنه ما ضغى طعاما في فمه ولم يأكله بل وضعه في فمه كالعلكة التي تفضلت بذكرها هذه العلكة التي يضعها في فمه ويحركها دون أن يبتلع شيئا منها إلى جوفه ما تبطل صلاته بالأكل لكنه قد تبطل صلاته بالأكل لحركة الفم إذا حرك الفم ثلاث مرات متواليات فهنا بطلت صلاته بالأكل نحن عندنا الأيه أكل وأكل الأكل من جنس المأكل والأكل من جنس الفعل بفهوم نعم أو أكل كثيرا ناسيا أو عفوا أو أكل قليلا ناسيا الأكل القليل أي مكان كما قلنا قال العرف اقتضى العرف عد المأكل قليلا اقتضى العرف عد المأكل قليلا أو كحبة سمسم أو حبتي سمسم هنا نقول هذا المأكل يسير هذا المأكل قليل فحينئذ لا تبطل به الصلاة مفهوم أو كان غافلا عن تذكر الصلاة أو كان جاهلا معذورا بجهله في العلم بحرمة العلم في حرمة الفعل وانتبهوا لهذه المسألة الفقهاء يقولون عالم بالتحريم جاهل بالتحريم لأن الجهل بالتحريم كاف العلم بالتحريم كاف في البطلان مع الجهل بالبطلان فقد يعلم حرمة الشيء ويجهل البطلان فتبطل به الصلاة ولا يقال هو معذور مفهوم ولا يقال هو معذور أو أكل قليلا ناسيا أي أكل مأكولا قليل ناسيا أو زاد ركوعا زاد ركوعا ركع مرتين أو زاد ركع كاملة كمان ناسيا قام إلى ركعة خامسة والسادسة ناسيا أو سجودا ناسيا لم تبطل بذلك لم تبطل أي لم تبطل صلاته بذلك وسجد للسهوي سجد إيه أي سجد ندبا للسهوي متى يسجد للسهوي قبيل سلامه سجدتي سهوي وهذه السجدتان تجبران الخلل في ماذا أين الخلل الكلام الأجنبي اليسير ناسيا أو الفعل القليل عفوا الأكل القليل ناسيا أو زيادة فعل كركوع وسجود ونحو ذلك ناسيا فهنا لا تبطل به الصلاة ولكنه ارتكب في هذه الحالة هو ارتكب فعلا أو ارتكب شيئا يبطل عنده الصلاة ولا يبطل سهوه الصلاة هنا ناسيا أكل ناسيا تكلم فالكلام القليل مع النسيان لا يبطل لكن الكلام القليل مع العمد يبطل الأكل اليسير مع النسيان لا يبطل لكنه مع العمد يبطل زيادة ركوع أو سجود ركن فعلي مع النسيان لا يبطل لكنه مع العمد يبطل فقالوا من أسباب سجود السهوي فعل ما يبطل عمده الصلاة ولا يبطلها سهوه ولا يبطلها النسيان والسهو مفهوم فعل ما يبطل عمده الصلاة ولا يبطلها سهوه مفهوم حينئذ يسجد للسهو ما حكم سجود السهو سنة متى يسجد للسهو قبيل السلام كم يسجد للسهو سجدتين حكم السجدتين في الأركان والسجود كسجدتين الصلاة من حيث الشروط التي تشترت في السجدتين السهو يجب أن تكون جبهته مكشوفة ويجب أن يتثاقل بجبهته على الأرض ويجب أيضا أن يسجد على سبعة أعضاء ويجب أن يطمئن فيه ويجب أن يقصده ويجب أن ترتفع أسافله على أعاليه وأن لا يسجد على شيء يتحرك بحركته وفي المطلوب من المندوب يقول سبحان ربي الأعلى وبحمد ثلاث مرات قال بعضهم بل يأتي بتسبيحة مختلفة يقول سبحان من لا ينام ولا يسهو قال بعض العلماء لا بأس بها ولكن المتأكد والمطلوب هو كدعاء السجود سبحان ربي الأعلى وبحمد ثم يسلم بعد أن يسجد للسهو سجدتين يسلم تسليمة الصلاة وكذا حصل لكن لو لم يسجد قال ويسجد للسهو ما حكم أن يسجد للسهو حينئذ واجب ولا مسنون يا مسنون ولكن يسجد للسهو نقول ندبا أي أن السجود السهو هنا أنه مندوب على اعتبار الأصل الأصل أن السجود السهو لا يجب إلا في حالات يعني مستثنى ولكن الأصل في سجود السهو أنه يعني يطلب ندبا يطلب ندبا طيب عندنا هنا السؤال يقول وإن كان شاكا يعني ما معنى شاكا أنا مش عارف يعني إن كان شاكا في ماذا في أن هذا الذي أتى به من المبطل يسير ولا كثير أو شاك في كونه مبطل أو غير مبطل أو كان شاكا هل هو متعمد ولا ناسي على كل حال طالما أنه شك في كونه مبطل أو غير مبطل أو شك في كونه يسير أو كان كثير أو شك في كونه متعمدا حال الفعل أو ناسيا مفهوم فالأصل عدم البطل الأصل عدم بطل الأصل عدم البطل قال فصل في سجود السهو خلاص نقف عنده ويبدو أن الوقت أدركنا نعم نقف عنده ولا بأس يعني عذرون يعني ربما نتبسط في بيان الصور للمسائل لكن هكذا يعني هذا الذي يقتضيه الدرس يا أحباب يعني نحن نريد أن نستعجل شوية ونريد أن نخطو وننتهي من الكتاب لكن إن شاء الله سننتهي مع الكتاب يعني سننتهي من الكتاب وسنختم ولكن الأصل في مجالس الدرس أن تكون للتفهم وللإفهم وليس القصد من وراء قراءة الكتب يا أحباب هو ختمها إنما فهمها القصد من وراء دراسة العلم الفهم والتفهم وليس الختم والإتيان على أواخر الكتب ونقول بهذا قد ختمنا ولكن الله أعلم هل علمنا هنا يعني محط الاستفهام ومحط الدرس يعني هل ختمنا وفهمنا ولا ختمنا ولم نفهم ولم نعلم فهذا يحتاج أن يكون الإنسان معلش يعني نتصبر قد يدرك المتأنن بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل ورب رب عجلة رب عجلة أورثت ريثة يعني نحن قد ربما نستعجل ونريد أن نختم الكتب هكذا ولكن ربما مع هذا نخرج من الكتاب كما دخلنا إليه ما علمنا شيء إذن ينبغي يعني بعد إذنكم أن يعني نتمهل شوية شوية ولكن إن شاء الله سنأتي عليه يعني الآن قد يعني قرأنا تقريبا فوق النصف من الكتاب ودرسنا منه ما ينبغي أن يدرس وأن شرحنا منه ما ينبغي أن يشرحه إن شاء الله إذا ما ختمنا هذا الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا إلى قراءة كتاب أوسع منه مع بسط وتوضيح أيضا أكثر تفضل سيدي السؤال السؤال هل تبطل صلاة المضروب إن اهتز جسمه نعم تبطل صلاة المضروب إن اهتز جسمه نعم تبطل صلاة المضروب إن اهتز جسمه لأن هذا وإن كانت فيه صورة إكراه لكن هذا الإكراه من جنس الإكراه الناذر من جنس الإكراه النادر والنادر لا حكم له بالتالي لا يعد في حكم المغتفر للإكراه بل هو غير مغتفر وتبطل به الصلاة على شونا في سؤال قد حرك لا في أيها الكلام القليل ست كلمات عرفية على رأي الشيخ القليوبي ووافقه غيره من الغلماء ست جمل لا ست كلمات ست كلمات ست جمل ده يطلع يعني كتاب كامل ست جمل يعني لا ده عملنا منها فصل ست جمل لا ست كلمات ست كلمات نحوية وإلا ست كلمات عرفية قالوا ست كلمات عرفية يعني عدها العرف كلمة 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 ربما الكلمة المحسوبة والمعدودة في العرف هي في النحو والوضع كلمتين أو هي كلمتان مفهوم لكن العرف جعلها كلمة فالعبرة بالعرف العبرة بالإيه بالعرف نعم حفظكم الله جميعا إن شاء الله ما في سؤال ولا تبطل الصلاة بالنطق بحرف واحد ولو عامد نعم يعني عامدا كمثل قال بأ قال رأ عامدا عامدا لكن هذا الحرف غير مفهم وهو لم يقصد اللعب ولم يقصد شروعه في المبطل ما فيش مشكلة حتى ولو تكررت هذه الحروف 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 غير المفهمة تكررت لكن لم تتوالى ما تبطل الصلاة ما تبطل الصلاة إذا حملت رضيعها أو طفلها إذا صلت أو أرادت الركوع والسجود وارادت الركوع والسجود والرفع إلى ركعة وحركتها بالطفل وحركتها بالطفل أثناء ذلك وحركتها بالطفل أثناء ذلك هل تبطل صلاة صلاتها لا ما تبطل صلاة وحركتها إن كانت هذه الحركة يسيرة مفهوم يسيرة أما إن كانت ثلاث حركات متوالية فتبطل الصلاة بذلك اليسير الحركة الواحدة والحركتان ولو مع التوالي ولو مع التوالي يسيرا فلا تبطل الصلاة ولو مع العبد رفعت الإبن قابت من السجود والإبنها موجود حاملته وأخذت تحمله في الصلاة فإذا هذه حركة الحملي حركة واحدة نفهوم أخذته بيديها هكذا تصير حركتان ولكن ما فيش أي حركة ثالثة خلص يعني أخذته هكذا ووضعته وهي في هذه الصلاة بقيت يعني مستمرة على هذه الوضعية وطفلها معها ركعت اعتدلت قيدها كما هي مع طفلها جاء وقت السجود وضعته هكذا وسجدت وضعته من غير ما تستدبر القبل تنحرف عن القبل إنما هي هكذا وضعته وسجدت وجلست ثم سجدت ثم جلست أخذت طفلها وقامت كان يفعل هكذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بأمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها وصلى الله وسلم على أبيها ما فيش مشكلة هكذا طريقا لذا كان هناك حركة أو حركتين ولكن من غير توال بأن تصل إلى ثلاث حركات متوالية ما فيش مشكلة حتى ولو مع العمد حتى ولو مع العمد حتى ولو مع العمد والاختيار وغير ذلك ما فيش مشكلة بس كده في شيء صال تحت هناك ما شاء الله إن شاء الله درسنا القادم بإذن الله سنتكلم على أحكام السجود سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر ما عليش يعني طولنا شوية لكن اعذرونا يا أحبابي أنا اعذرونا شوية لكن هذا الكلام مهم جدا معرفة مبتلات الصلاة ومعرفة أحكام السهو إن شاء الله فيها تفصيل وكان شيوكنا يقولون سجود السهو من العقبات المهمة في الفقه طبعا سجود السهو عقب مهمة في الفقه من حيث كثرت الصور ومن حيث تداخل الصور لكن من حيث القواعد والمسائل يعني سهل جدا يعني تصور المسائل فيه سهل لكن تطبيقها قد ربما يعمل ارتباك كذلك تداخل الصور نعم ما حكم من تحم قال لهو التنحنح هذا التنحنح إن كان ظهر مع التنحنح التنحنح هذا لغير اضطرار تنحنح لغير اضطرار مع العمد والعلم والاختيار يعني مع العلم والعلم والتذكر يبتل الصلاة إن كان مع التحمحم هذا ظهور حرف مفهم أو حرفان ولو غير مفهمين متى يعذر بالتحمحم إن كان المتحمحم مبتلى بمرض في حلقه أو بمرض في صدره وتحمحم لا عن 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 تشهي أو عن خروج عن المألوف بل عن بلوة ابتلي بمرض فهو ما يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا عن هذه التحمحم ولو حتى بسعال كحالة السعال حتى ولو كان بتعاطي دخان كما يقول بعض الفقهاء مع أنه تسبب في المرض ولكن هذا المرض تسبب في التنحنع مفهوم التنحنع هذا هو تسمي التحمحم ماذا التنحنع مفهوم لا يبطل الصلاة إذا تنحنح لابتلاء بمرض كسعال ونحوه مفهوم والكحة والسعال نفس كالتنحنع هذا ما تبطل به الصلاة إن كان إيه لمرض وابتلاء أو كان لتعذر تعدر القراءة الواجبة وتوقفت على التنحنع حينئذ لا تبطل الصلاة حتى ولو كان كثيرا حتى ولو كان كثيرا من باب أول ما لو كان يسيرا نعم والله أعلم وأحكم وجزاكم الله تعالى خير وجزا هذا أجبته طبعا حكم حمل الطفل وبه نجاسة تبطل الصلاة تبطل به الصلاة هذا على الأصح مقابل الأصح لا تبطل به الصلاة ففيه خلاف في المذهب نعم هذا أجبت واجزاكم الله تعالى خير الجنة نستودعكم الله في حفظ الله ورعاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته